يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بانوراما الظهور المهدوي الحلقة السادسة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعت فيك إن كنت راغبا في إمامك الكلام لا زال يتواصل في أجواء مرحلة الظهور وبينت لكم من أن حديثي سيكون في مسارين وفي أجواء مرحلة الظهور المسار الأول المسار التأريخي لازال الكلام ضمن هذا المسار حينما أتحدث عن المسار التأريخي إنني أتحدث عن تأريخ مستقبلي فالتأريخ هو نظم الحوادث وفقا لزمان وقوعها مر علينا مكة وأحداثها المدينة وأحداثها حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى هذا العنوان العراق وأحداثه حدثتكم عن جانب وعن لقطات من مجريات حركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق إلى أن وصل الحديث إلى البتريين وفي الحلقة الماضية بينت لكم الواقعة الشيعية العراقية الذي سيقبل عليه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولا زال الكلام في هذه الأجواء تم الكلام في شرح إجمالي وبيان موجز عن أرضية الواقع العراقي أتحدث عن الجانب العقائدي وعن الجانب الديني وكيف أن مراجع الشيعة في العراق هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه مثل ما قال إمامنا الصادق ومن أن أتباعهم يكونون قتلة الحسين في آخر الزمان يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته إنهم قتلت الأنبياء رواية التقليد مرت علينا في الحلقات المتقدمة وكيف أن الإمام الصادق قام بعملية مقارنة بين أحبار اليهود وحاخاماتهم وبين مراجع الشيعة بين مقلدي الأحبار والحاخامات ومقلدي مراجع النجف وكربلاء إنما يقال لأتباع مراجع النجف وكربلاء بأنهم قتلت الأنبياء يعود بنا هذا الكلام إلى بني إسرائيل ولماذا ذكروا كثيرا في الكتاب الكريم وأهم موضوع تحدث عنه القرآن الكريم بهذا الخصوص ما يرتبط بدين الأنبياء والأوصياء وما يرتبط بدين الأحبار والحاخامات حيث أن عامة اليهود حاربت دين الأنبياء والأوصياء وقتلت عامة اليهود قتلوا الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين واعتنقوا دين الأحبار والحاخامات أولئك الذين مرة يصفهم القرآن بأنهم كلاب ومرة أخرى بأنهم حمير ومرة ثالثة بأنهم لصوص إلى بقية الأوصاف التي تشخص لنا حقيقة المراجع عند اليهود وعند الشيعة الطوسية أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء فمنهم الكلاب ومنهم الحمير ومنهم اللصوص الشياطي وكل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة ولا أريد أن أعيده سأبدأ من هنا إنني أقرأ عليكم من معجم أحاديث الإمام المهدي وهذا هو الجزء الرابع هذه الطبعة مؤسسة المعارف الإسلامية ومسجد جمكران إنها الطبعة الثانية ألف أربعمائة وثمانية وعشرين هجري قمري هذا المعجم من تأليف الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الإسلامية صفحة 474 رقم الحديث 845 المصدر الأصل لهذا الحديث كتاب الإضاح لابن شاذان وهو كتاب معروف عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم من هم هؤلاء ينتحلون حب العترة الطاهرة ولكن الإمامة سيضرب أعناقهم مر الكلام علينا واضحا في حلقة يوم أمس فهناك قتلة الحسين في آخر الزمان الذين يزورون الحسين يزورون قبره ويتشافون بتربته وإمامنا الرضا قال عنهم من أنهم ينتحلون ولايتنا ولكنهم ليسوا منا ثم لعنهم وهؤلاء هم أتباع المراجع الذين يصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا حال أكثر الشيعة في العالم وشيعة العراق هم الأكثر في ذلك إنهم أتباع حثالات الحوزة الطوسية لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا ينتحلون حبنا يعتقدونه الانتحال هو الاعتقاد قد يكون للانتحال معنا آخر يرتبط بالتزوير والتزييف لكن الأحاديث لا تتحدث عن هذه الجهة وإنما تتحدث عن جهة الاعتقاد مثل ما يقولون الملل والنحل النحل العقائت لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم لماذا يضرب أعناقهم لأنهم أعداء صاحب الأمر بقاء هذه الكائنات سيشكل حائلا سيشكل مانعا من أن ينتشر الصلاح لا بد من بتري الأعضاء الفاسدة لا بد من بتري الأعضاء التي ستنشر المرضى الخبيثة في سائر الجسد وأين حب أهل البيت سيسلب منهم سيسلب منهم هذا حب معار حينما تصل السيوف إلى رقابهم فإن الحب سيفارقهم هذا حب معار وربما يفارقهم هذا الحب قبل أن تصل السيوف إلى أعناقهم لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم هذا الكلام عن العراق وليس عن مكة والمدينة الكلام في مكة فإن الإمام يبدأ بسراق بيت الله ببني شيب والكلام في المدينة فإن الأمر يرتبط بفتنة نبش القبرين لكن الحديث هنا عن العراق فإن الإمام إذا ما دخل العراق أول شيء يفعله هو هذا أن يطهر العراق من البتريين من المراجع البتريين الأنجاس ومن أتباعهم الأرجاس من المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومن أتباعهم الأرجاس الذين هم قتلت الحسين في آخر الزمان وهم قتلت الأنبياء الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون مودة العترة الطاهرة ولكنهم ليسوا على منهج قائم آل محمد إنهم على المنهج الطوسي البتري القذر إذا لم يكن الكلام هكذا فكيف ستفهم هذه النصوص ادرسوا الواقعة وادرسوا هذه النصوص هذا ما هو كلامي هذه أحاديث العترة الطاهرة إذا لم تكن هذه الأحاديث بهذه الدلالة وبهذا البيان الذي شرحته فيما سلفت من حلقات هذا البرنامج وفيما أنا بصدده الآن إذا لم تكن الأحاديث تفهم بهذا الفهم فبأي طريقة تفهم أنا لا أتحدث عن حديث واحد هذه الأحاديث لا بد أن تجمع وأن تشكل لوحة كاملة ونحن في برنامج عنوانه بانوراما إنها الرؤية الشاملة الرؤية الموسوعية ليس هناك من فهم آخر لهذه الأحاديث إلا هذا الذي أبينه لكم أنتم جربوا فيما بينكم وبين أنفسكم فيما بينكم وبين أصدقائكم وابحثوا عن لوحة كاملة متكاملة تأتي منسجمة مع منطق القرآن ومع بلاغة حديثهم وفصاحتهم ومع التأريخ في السابق ومع واقعنا المعاصر ومع ما أخبرون به عن مشروع إمام زماننا صلوات الله عليه اجمعوا بين كل هذه الجهات ودققوا النظر في معاني النصوص والمعطيات لن تستطيع أن تخرجوا بنتيجة محكمة من جميع جهاتها إلا إذا اتبعتم الطريقة التي أنا أتبعها في بياني وشرح هذه الأحاديث والأمر موكول إليكم بإمكانكم أن تجربوا فإمام زماننا حينما يدخل إلى العراق يبدأ بالذين ينتحلون حب العترة الطاهرة إنهم أتباع المراجع أتباع المراجع الطوسيين هؤلاء هم الذين سيقتلون الذين يقولون إننا خدام الحسين هؤلاء هم الذين سيذبحون لأنهم سينصرون مراجعهم وسيحاربون الحجة ابن الحسين أقول للذين يدعون ويقولون من أنهم خدام الحسين أدركوا أنفسكم أنا لا أطالبكم أن تتبعوني ولا أطالبكم أن تصدقوني ولكن اجعلوني مصدرا لمعلوماتكم فأنتم لا تستطيعون أن تلموا بكل هذه المعطيات أنا أرشدكم إلى المصادر وإلى النصوص إلى ثقافة العترة الطاهرة وأنتم حاولوا أن تفهموا هذه النصوص وعودوا إلى الذين يعرفون شيئا من التأريخ يعرفون شيئا من العربية والبلاغة والأدب وتباحثوا فيها فهذه النصوص لا تحتاج إلى عقول كبيرة جدا كلام عربي واضح ومعلومات مشخصة ومبينة بإمكانكم أن تصلوا إلى النتائج الصحيحة وقارنوا بين الذي أطرحه وبين الذي ستصلون إليه أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم لماذا تتبعون هؤلاء الحثالات هؤلاء القمامات الذين هم آيات للشيطان وما هم بآيات للرحمن وماذا نقرأ في رجال الكش في السياق نفسه هذه أحاديث العترة الطاهرة وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران في صفحة التاسعة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة بسنده بسند الكش عن المفضل بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله هذا الكلام لا علاقة له بمكة وأحداثها ولا علاقة له بالمدينة وأحداثها هذا الكلام يرتبط ارتباطا مباشرا بالعراق وأحداثه مذبحة الشيعة التي ستكون كبيرة جدا بل هي أكبر مذبحة في عصر الظهور في العراق لأن الشيعة العراق سيحاربون إمام زماننا مع مراجعهم البتريين اللعنى هذه المعلومات يمكنها أن تنفعنا أن نغير الواقع الشيعية في العراق بعيدا عن حثالات النجف وقمامات وقمامات كربلة لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم من هم هؤلاء الكذابون هل هم أصحاب المقاهي أم هم الذين يفتحون دكاكينهم في الأسواق هل الكذابون النساء الجالسات في بيوتهم هل الكذابون عمال البناء يكذبون الجميع يكذبون لا يوجد أحد معصوم من الكذب لكن هل أن الإمام الحجة صلوات الله عليه يقتل عمال البناء لأنهم يكذبون في أمور حياتهم وأمور عملهم الشخصية الحديث عن العقيدة والدين الكذابون هم أصحاب العمائم أصحاب العمائم السوداء بالدرجة الأولى لأنهم الدجالون الأشد وحذرنا منهم أمير المؤمنين أخطر هؤلاء الدجالين بحسب الروايات وسيأتينا الحديث عن هذا الدجال في الحلقات القادمة وبنحو مفصل إنه الدجال السجستاني سجستان في زماننا يقال لها سيستان الروايات تقول ما أنا الذي أقول الدجال يخرج من سيستان من سيستان في زماننا يقال لي سيستان سيستان والسيستاني هو السيستاني في زماننا وهذا أمر معروف أتحدث عن سيستان وسيستان من أن السيستان هي سيستان الدجال السيستاني هو أخطر الدجالين الشيعة أخطرهم سيأتينا الحديث عن وبنحو مفصل مفصل جدا وبالوثائق والحقائق سيأتينا الكلام عن هذا الموضوع في قادم الحلقات لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله هؤلاء هم الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا على العترة الطاهرة التي نحن منها براء المستسلمون من الشيعة يقبلون ذلك على أنه من علومنا فضلوا هؤلاء المراجع وأضلوا الشيعة معهم هذا هو الواقع الشيعي منذ أن تأسست حوزة النجفي المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا ونحن نتنقل من دجال إلى دجال واستمرت مسيرة الدجالين منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا 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 هو الواقع الشيعي المقشر من دون خداع ومن دون تضليل ومن دون مجاملات إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة بأنفسكم عودوا إلى هذه المصادر عودوا إلى الوثائق التي طرحتها عودوا إلى المعطيات وقلبوها بأنفسكم كي تتأكدوا من دقة هذه المعلومات لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم إنهم مراجع النجف والذين معهم رقم الحديث خمسمية وخمسة وثلاثين في الصفحة نفسها حديث خطير عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن أبيه الصادق صلوات على صادق العتر وسلام وتحيات ماذا يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين في الكتاب الكريم إلا وهي فيمن ينتحل التشيع بسبب سوء عقائدهم بسبب سوء علاقتهم بالعترة الطاهرة بسبب سوء أدبهم وسوء مواقفهم وهذا الذي أقوله دائما من أن ظلامة أهل البيت أننا من شيعتهم نحن شيعتهم إنهم شيعة الشؤم نحن شيعتهم نحن شيعة الشؤم تركنا دينهم ونكذب عليهم ونقول نحن شيعتهم نحن نتشيع لحثالة في النجف وكربلاء لا علاقة لها بالعترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد ونقول من أننا شيعة العترة الطاهرة هذا هو الواقع الموجود من هنا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع لأننا نكذب ننافق نقول من أننا شيعة العترة ولسنا كذلك نحن شيعة الحثالة في النجف وكربلاء أولئك الذين يقال لهم المراجع العظام نحن شيعة لهؤلاء وهؤلاء لصوص دجالون كذابون منافقون لا صلة لهم بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد هؤلاء دينهم الدين الطوسي القذر ولذا فإن آيات النفاق في الكتاب الكريم تنطبق علينا هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تريدون أن تكذبوه كذبوه ولكنكم ماذا تصنعون لمجموعة الحقائق هذه كلها التي يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا ماذا تصنعون لهذه الحقائق إنها تضربكم على آنافكم وترغمكم على أن تقبلوها هذه حقائق لن تستطيعوا أن تفروا منها تقبلونها تقبلونها برغم آنافكم وآناف آبائكم وأجدادكم حتى إذا كنتم تكابرون وتعاندون بظاهر ألسنتكم حينما تستمعون وتطلعون على هذه الحقائق لا تستطيعون إلا أن تقبلوها لأن التأريخ يشهد بها ولأن الواقع المعاصرة الحسية هو الذي يرغمنا على قبولها ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع وهذه القضية ليست خاصة بزماننا هذه المشكلة مشكلة مشكلة الصراع بين دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار هي هي كانت في زمان أئمتنا السبائيون وقفوا مع عبد الله بن سبأ وهم شيعة واتبعوا دين عبد الله بن سبأ في مواجهة أمير المؤمنين أنا لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة هلالعنة الله عليهم لا شأن لنا بهم أنا أحدثكم عن الشيعة الذين اتبعوا دين عبد الله بن سبأ زمان أمير المؤمنين تركوا دين النبي والوصي وذهبوا مع عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه والحكاية هي الحكاية إذا ما رجعنا إلى الخطابيين الأنجاس فإن الشيعة اعتنقوا دين أب الخطاب ووقفوا في مواجهة دين النبي وآل النبي في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء والحكاية استمرت واستمرت الواقفة وقفوا في وجه إمامنا الرضا وحاربوه والشيعة خصوصا أصحاب العمائم ذهبوا إلى البطائني وإلى القندي من مراجع الشيعة آنذاك ووقفوا معهم وما رجعوا إلى الإمام الرضا الذين رجعوا إلى الإمام الرضا عوام الشيعة بسطاء الشيعة أما أصحاب العمائم وأصحاب الكتب والمؤلفات وأصحاب الروايات فإنهم صاروا على دين العلماء والمراجع وماتوا على هذا الدين ألا لعنة الله عليهم والحكاية هي الحكاية مع النصيريين وغيرهم إلى أن وصلنا إلى سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حيث أسس الطوسي المشؤوم المذهب الطوسي ونفذه عبر حوزته في النجف وذهبت الشيعة وراءه إنه شيخ الطائفة هكذا يسمونه لأنه أسس طائفة وأسس دينا وتلك حقيقة فالتسقت الشيعة بدين المراجع الطوسيين في مواجهة دين العترة الطاهرة وسيستمرون على هذا إلى زمن الظهور في صفحة السابعة والأربعين بعد المائتين من رجال الكشي إنه الحديث الثامن والخمسون بعد الأربعمائة بسنده بسند الكشي عن الحسن الوشاء عن بعض الشيعة من أصحاب الأئمة الرواية في زمان إمامنا الصادق حينما توفي عبد الله ابن أبي يعفور وهو من كبار الشيعة فهذا الرجل من أصحاب إمامنا الصادق يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور شهدت جنازته كانت جنازة مميزة لكثرة الذين حضروا فيها عبد الله ابن أبي يعفور من رواة الحديث ومن خواص أصحاب الأئمة عراقي كوفي شهدت جنازة عبد الله ابن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير هذا الرجل يخبر الإمام الصادق من أنه شهد الجنازة وقد حضر جنازة ابن أبي يعفور ناس كثير ماذا قال ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة هذا في زمن الصادق إنه يتحدث عن شيعة العراق عن شيعة الكوفة فابن أبي يعفور عراقي كوفي أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا في أحاديث العترة هناك نصاب الشيعة نواصب الشيعة وهناك مقصرة الشيعة وهناك مرجئة الشيعة وهناك بطرية الشيعة مثلما هناك نواصب سقيفة بني ساعد وهناك مرجئة سقيفة بني ساعد وهناك بطرية سقيفة بني ساعد وهناك وهناك يقابلهم أيضا في الأجواء الشيعة مجاميع تحمل نفس العناوين وهذا التصنيف لست أنا الذي وضعته إنها أحاديث العترة صلوات الله عليها هذا الرجل يقول قال لي أصادق صلوات الله علي شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور قلت نعم وكان فيها ناس كثير قال أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا كثيرا الروايات أخبرتنا من أن الذين يناصرون السفيانية حينما يبعث جيشا إلى الكوفة إنهم مرجئة الكوفة والذين سيخرجون لقتال إمام زماننا إنهم مرجئة الكوفة إنهم البتريون المرجئيون إنهم الطوسيون ولا يوجد غيرهم عبر تأريخ النجف منذ أن تأسست حوزة النجف فعقيدة النجف هي هي ومذهب النجف هو هو وضلال النجف هو هو وتفسير النجف البعيد عن تفسير العترة هو هو وضلال خطباء النجف هو هو وطريقة استنباط الأحكام وفقا للمذهب الشافعي في النجف هي هي منذ أن أسسها الطوسي المشؤوم وإلى يومنا إنما هي أكوام من الخراء تتراكم يوما بعد يوم فانظروا كم تراكم من الخراء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا وكل هذا الخراء تكلس على العقول الشيعي على العقل الشيعي فهل يستطيع العقل الشيعي بعد هذا أن ينجو من هذا الخراء الطوسي لذا مرت علينا الروايات يوم أمس كيف أن أصحاب الإمام يصدر منهم ما يصدر منهم من القبائح مر الكلام في واقعة حجر موسى وماذا قالوا ومر الكلام في واقعة نهر طالوت وماذا سيكون في أصحاب الإمام صلوات الله عليه ومر الكلام عن ذلك الذي اعترض اعتراضا قبيحا جدا على الإمام وبعد ذلك طلبوا من الإمام أن يجدد لهم بيعة هذه آثار الخراء الطوسي الذي تراكم ولا زال يتراكم في الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة بإمكاننا أن نتخلص من خراء مراجع النجف من الذين ماتوا أو من المعاصرين أو من الذين سيأتون إذا ما اتبعنا منهج العترة الطاهرة هؤلاء هم مرجئة الشيعة أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا وأقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه يمنى رسول الله ها هم المرجئة في كل مكان نحن نعيش فيما بينهم ما هم شيعة لندن شيعة مرجئة ما هي حسينيات لندن حسينيات مرجئية بترية إن كانت شيرازية أو كانت سيستانية أو كانت خوئية أو كانت أو كانت ما هؤلاء هم المرجئة وهؤلاء هم البتريون وهؤلاء هم الطفسيون ألا لعنة الله على البتريين الطفسيين أنا حلوا وأنا كانوا نذهب إلى فصل هذا الكتاب الذي بين يدي دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة هذا الحديث مر علينا لكنني سأعيد قراءته لتذكيركم بمضامين الحديث والارتباط بما أتحدث عنه صفحة أربعمية وخمسة وخمسين رقم الحديث أربعمية وخمسة وثلاثين الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه والحديث طويل إنما أأخذ منه موطن الحاجة ومر علينا مر علينا هذا الحديث ثم يدخل المسجد إنه المسجد النبوي مر علينا في عنوان المدينة وأحداثها ثم يدخل المسجد فينقض الحائط إنه الحائط الذي عند القبور التي سينبشها ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض ثم يخرج الأزرق وزريق الأزرق أبو بكر وزريق هو عمر هذه العناوين موجودة في ثقافة العترة الطاهرة ولا تنحصر بهذا العنوان ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبان فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموت فيقتل منهم خمسمائة مرتاب في جوف المسجد ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين وذلك الحطب عندنا نتوارثه ويهدم قصر المدينة قصر المدينة هو المسجد النبوي لأن الخلفاء والملوك والسلاطين حاولوه إلى قصر كي ينتفع منه سيهدم هذا البناء ويعيده بهندسة مثل ما يريد الله قطعا ستكون أعظم وأعظم وتستمر الرواية ويسير إلى الكوفة هذه الأحداث ذكرها الإمام الباقر بنحو متتال لوجود علاقة فيما بينه وإلا وإلا فإن حادثة البترية اللعناء ترتبط بالعراق وشؤونه ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وقبل قليل مرت علينا الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رجال الكشي من أنه ما من آية أنزلها الله في المنافقين إلا وهي في الذين ينتحلون التشيع وهذا مصداق أحاديثهم يشد بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا هؤلاء هم المنافقون وهم البتريون وهم الطوسيون اللعناء وهم حثالات النجفي وكربلاء ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون كلهم من دون استثناء لأنهم على منهج واحد هذا هو الذي أقوله دائما حينما يتحدث إمامنا الصادق عن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه حينما أقول من أن هذا يشمل الجميع لأن المنهج واحد لا يوجد فيهم واحد واحد فقط على منهج مغاير وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك لماذا؟ لأنهم أسسوا دينهم إنه الدين البتري في مواجهة إمام زماننا هذا هو دين الأحبار والحاخامات في مواجهة دين الأنبياء والأوصياء ولذا فإن اليهود قتلوا الأنبياء والأوصياء وقتلوا أتباعهم وساروا على دين الأحبار والحاخامات ومن هنا فإن الوصف الأول لليهود في القرآن بأنهم قتلت الأنبياء ومر علينا في حلقة يوم أمس كيف أن الإمام الصادق يصف الشيعة الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته من أنهم قتلت الحسين في آخر الزمان ومن أنهم قتلت الأنبياء لماذا؟ لأنهم يقفون في صف الأحبار والحاخامات في حوزة النجا ويواجهون دين العترة الطاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر وإمامنا الرضا ماذا قال عنهم؟ ينتحلون ولايتنا ولكن ليسوا منا يظهرون التشيع للعترة ولكنهم ليسوا على منهجنا إنهم على منهج أولئك المراجع الذين وصفهم الإمام الصادق بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معهدون مشبهون يضحكون على الشيعة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معهدون فهؤلاء هم المنافقون قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك إنهم يعرفونه إنهم يعرفونه ولذا يقولون له يا ابن فاطمة ارجع ارجع هذا بالضبط ما قاله إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة وزعماء الشيعة في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هم يعلمون يعرفون بأنهم منافقون يعرفون بأنهم نقضوا بيعة الغدير كأنهم لا يعلمون ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا في سنة أربعمية وعشرة للهجرة نحن الآن في سنة ألف واربعمية وخمسة واربعين للهجرة هل بقي أحدهم؟ الجميع ولذلك الإمام يقول وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجاف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور الجزور الذبيحة تطلق على الناقة في أغلب الأحيان ولكنها تطلق على البقرة أيضا وعلى سائر الذبائح فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل لأنهم جبناء مثل ما تذبح الذبيحة سيذبحون فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل من هم أولئك المقاتلون إنهم أتباعهم أتباعهم الذين يعملون في مؤسساتهم في مدارسهم في حوزاتهم أتباعهم من عامة الناس من أصحاب الحسينيات والهيئات والمواكب أتباعوا المراجع الذين إذا ما سمعوا أحدا الآن ينتقدوا مرجعا من هؤلاء الأنذال الأوباش فإنهم يثورون في وجهه دفاعا عن هؤلاء الحثالات الرواية خطيرة خطيرة جدا أعيد قراءتها عليكم تدبروا فيها ويسير إلى الكوفة قائم آل محمد فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية هؤلاء هم الطوسيون شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجث عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء والذي يصدق ذلك من أن الراية الأهدى لا تخرج من النجف تخرج من اليمن ومن أن راية الهدى الثانية تأتي من خراسان لا تخرج من النجف ومن أن الأخيار الذين هم أخيار العراق يصلوا عددهم إلى الخمسين لا يبقون في النجف يلتحقون بمكة فلا يبقى في النجف إلا البتريون من آيات الشيطان العظمى وإلا أتباعهم من أصحاب العمائم الصغيرة ومن أصحاب الهيئات والمواكب ومن سائر أبناء النجف وكربلاء لأن أشياع الحجة بن الحسن سيخرجون من النجف حينما يصل جيش السفياني إلى النجف ولذا فإن صاحب السفياني سيصدر بيانا لأهل النجف بنحو عام من يأتي برأس رجل من شيعة علي من شيعة الحجة بن الحسن فله ألف درهم لأن أنصار الإمام قد اختفوا قد ذهبوا خرجوا من النجف وحتى الذين بقوا منهم لا يمكن العثور عليهم بسهولة مثل ما كان الحال وماذا نقرأ أيضاً هذا هو منتخب الأنوار المضيئة للمحدث النيلي لعلي بن عبد الكريم النيلي من علماء العراق من علماء القرن الثامن الهجري وهذه طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمائة عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحفة في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر ألا لعنة الله عليهم وأشركنا الله تعالى في دمائهم هذا دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سأل سأل بعضا من الأشخاص الذين شاركوا زيدا في ثورته ونهضته الإمام دعا أن يكون شريكا مع زيدا في سفك تلك الدماء أتحدث عن دماء الأمويين الأنجاس ألا لعنة الله على بني أمية قاطبة من أولهم إلى آخرهم منذ أن كانوا وإلى يوم الدين إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة قد جربناكم فما وجدنا عندكم خير ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم مخبر قد جربناكم متى جربوا العترة الطاهرة إنهم يتحدثون عن مقايسة فكر أهل البيت بفكر الشوافع وفكر المعتزلة حيث وجدوا أن فكر الشوافع وفكر المعتزلة هو الأفضل ولذا اعتنقوا وحكموا على أكثر من 95% من أحاديث العترة الطاهرة حكموا عليها بأنها ليست صحيحة من هنا جاءوا بدين ضلالهم هذا ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم هؤلاء هم البتريون وهذا هو المنهج الشيعي البتري الذي يهيمن على الواقع الشيعي اليوم ويهيمن على شيعة العراق عموما وخصوصا نذهب إلى فاصل في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الثالثة والأربعين بعد الثلاثمئة إنني أقطع مقطعا من حديث طويل مروي عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه نقله المجلس عن تفسير العياش الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الإمام الجواد يقول صلوات الله عليه لكأني أنظر إليهم أنظر إليهم إلى قائم آل محمد ومن معه من أصحابه وأنصاره وجيشه وعسكره لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد زبر الحديد قطع الحديد كأن قلوبهم زبر الحديد جبرائيل عن يمينه ومكائيل عن يساره يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا إنها الحرب النفسية والتي ستكون هائلة ومضاعفة جدا يسير الرعب أمامه شهرا وخلفه شهرا أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إنهم ملائكة بدر ملائكة مسومون إنهم يلبسون البياط ويلبسون العمائم البيضاء عمائمهم ما هي كالعمائم الطابقية التي يلبسها علماء النجف وكربلاء هذه العمائم الطابقية هذه عمائم العباسيين إنها عمائم إبليس هكذا تقول أحاديث محمد وآل محمد عنها هذه عمائم إبليس عمائم الملائكة هي العمائم التي لكل عمامة منها منها هناك ذؤابتان هذه عمائم الملائكة المسومين وهم قد جعلوا عمائمهم بهذه الهيئة لأن النبي يوم بدر جعل عمامته بهذه الهيئة فقد اعتم بعمامة بيضاء وأسدل لها ذؤابتين وهكذا فعل جبرئيل ولما فعل جبرئيل فعل منصور أيضا منصور هو قائد الملائكة وهذا الشعار يا منصور أمت من شعارات بدر ومن شعارات قائم آل محمد منصور هذا هو الملك الذي يقود الملائكة المسومين فالنبي اعتم بهذه الطريقة وجعل العمامة التي اعتم بها شعارا فقلده جبرئيل ومنصور قلد جبرئيل والملائكة قلد منصور فهؤلاء هم الملائكة المسومون أمده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين حتى إذا صعد النجف لأن النجف أرض مرتفعة حتى إذا صعد النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا قطعا الكلام هنا ليس عن مدينة النجف النجف بقعة كبيرة هي أوسع من مدينة النجف المعاصرة حتى إذا صعد النجف باتجاه النجف قال لأصحابه تعبدوا ليلتكم هذا فيبيتون بين راكع وساجد يتضرعون إلى الله حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريقا نخيل النخيلة هي منطقة الكفل في زماننا خذوا بنا طريقا نخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق يوجد الآن خندق حول النجف وحدثتكم عن هذا الخندق في برامج السابقة ربما أعود للحديث عنه وعلى الكوفة خندق مخندق خندق مخندق هذا التعبير دقيق جدا الخندق هو ما يحفر في الأرض كي يكون حاجزا طبيعيا عسكريا هذا هو الخندق المخندق حينما يضاف شيء آخر كي يؤكد الحاجز العسكري عبر الأسلاك الشائكة مثلا أو عبر بناء معين أو عبر كاميرات مراقبة وهذا هو الذي يحدث الآن ويتوفر الآن في خندق النجف وقد أردت ذلك عليكم بالفيديوات هذا لم يكن موجودا قبل 2003 إنما صنع هذا الخندق بعد أن تغير النظام البعثي المرواني وجاءنا النظام الشيعي البتري العباسي حتى إذا أصبح قال خذوا بنا طريقا نخيل وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق هذا شيء غريب في تلك الأزمنة لكن في زماننا توجد الكاميرات توجد أجهزة المراقبة توجد الأسلاك الشائكة ويوجد ويوجد مما يخندقون به الخنادق بنحو أشد وأقوى مما كانوا يفعلونه في الأزمنة السابقة خذوا بنا طريقة النخيلة وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق قال إي والله حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بن نخيلة وهو موجود في زماننا فيصلي فيه ركعتين فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها إنه مرجئة الكوفة الذين مر ذكرهم قبل قليل ومر الحديث عنهم إنهم البتريون المرجئيون هم البتريون هم هم بتريون هم والهوى والهوى بتري هؤلاء هم ألا لعنة الله عليهم فيخرج فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني لماذا؟ لأن السفيانية قد وضع رحله في النجف ومر هذا علينا حيث قرأت عليكم من غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده عن عمر ابن أبان الكلبي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنق ويأخذ ألف درهم هذا هو حال النجف فهؤلاء الذين يضربون أعناق شيعة علي هؤلاء هم المرجع وهم مقلد مراجع فإن صاحب جيش السفياني طرح رحله في رحبتكم بالكوفة مكتبه في وسط المدينة الرحبة الساحة الكبيرة في وسط المدينة وضع مكتبه هناك إنه آمن مطمئن لماذا؟ لأن المراجع يبايعونه وبعد ذلك يأمرون الشيعة بمبايعة السفياني ستأتينا الروايات فيخرج إليه إلى الإمام الحج من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني لأن جيش السفيانية موجود في الكوفة في النجا الروايات التي تحدثنا من أن السفيانية سيقتل ويقتل من العراقيين سيقتل من العراقيين ولكن لا يقتل مراجع النجا ولا يقتل أتباعهم لأنهم سيبايعونه فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول لأصحابه الإمام يقول لأصحابه استطردوا لهم استطردوا لهم أي أظهروا لهم بأنكم قد فررتم منهم إنها خدعة خدعة في الحرب فيقول لأصحابه استطردوا لهم فروا من بين أيديهم ثم يقول كروا عليهم كروا عليهم قال أبو جعفر إمامنا الجواد لا يجوز والله الخندق منهم مخبر يذبحون هم عن الآخر لا يجوز والله الخندق منهم مخبر ألا لعنة الله عليه هؤلاء هم عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة السابعة والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع بعد المائتين يحدث يحدثنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات وسلام عليه يقول إمامنا السجاد ثم يسير إنه القائم صلوات الله عليه ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية موقع قريب من النجف وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني القادسية هذه المناطق التي تكون قريبة من النجف أتحدث عن القرب الجغرافي والتي قد يصطلح عليها بمناطق الفرات الأوسط التي تكون قريبة من النجف ثم يسير حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني السفياني بشخصه ليس موجودا إنما هو صاحبه الذي طرح رحله في رحبة الكوفة ونشر بيانا في أن الذي يأتي برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فبادر البتريون والمرجئيون النجفيون والكربلائيون لقتل من يعرفونه من شيعة علي وآل علي الذين ما هم بشيعة المراجع البتريين اللعناء شيعة العراق سيبايعون السفياني عبر وكيله عبر صاحبه عبر قائد الجيش الذي سيكون في النجف ثم يسير قائم آل محمد حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني من هم الذين اجتمعوا في الكوفة في النجف من هم؟ إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والديوانية إنهم شيعة الكوت وشيعة بغداد وشيعة بعقوبة إنهم شيعة كربلاء وشيعة النجف هؤلاء اجتمعوا في الكوفة كي يبايع السفياني لأن المرجعية قطعا هي التي أمرتهم بذلك هم لا يتحركون من عند أنفسهم هم حمير ديخيون أتحفون 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 وذكرون بحال هؤلاء بالوثيقة الديخية المباركة ما رد أجيب الأسمان راحت قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله النف عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قال لي مستعجب موش دارها قلنا تركب يعني قلاغة أغميشيني كما تكون قلاغة أغميشيني جيمي تبغل أفكار حالة السنوات فقوش ديخ تعربيق فقوش ونص عباردة كنا على ثقافة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسمان عرض ما قال تركب مثل ما تركب نارو غاية ديخ لا شيء لا مو علم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا في الواقع الشيعة هذا الواقع الشيعة وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايع السفياني هذا كلام إمامنا السجاد أنا لا أنقل لكم أي حديث إنها حديث العترة الواضحة جدا والتي إذا ما جمعناها تشكل لوحة واحدة متكاملة بحيث إذا أسقطنا رواية من الروايات فإن اللوحة فإن اللوحة ستكون مخرومة وهذا أدل دليل على صحة وصدق هذه الروايات الآخرون يحدثونكم بروايات المخالفين ويأتون بأي شيء لأجل أن يثبتوا من أن المراجع في النجف وكربلاء على هدى هذه طريقة شيطانية وليست علمية العالم والمحقق هو الذي تفرض الحقائق نفسها عليه وليس هو الذي يفرض نفسه على الحقائق هؤلاء يفرضون أنفسهم على الحقائق فيزورونها أما هذا المنهج الذي أعرضه بين أيديكم إنني أسلم للحقائق بما هي حقائق لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لست أنا الذي أكسب الحقائق قيمة الأمر يكون بالعكس حينما أذعن للحقائق فإن الحقائق هي التي تكسبني قيمة أن أكون صادقا أن أكون على علم وأنا أحدثكم فرق بين المنهجين هناك من يذعن للحقائق مثل ما أفعل في هذه البيانات الحقائق هي التي تقودني إلى النتائج ولست أنا الذي أزور الحقائق كي أصنع لها نتائج مزورة لأجل أن أخدم درهمي وثيناري لأجل رقمتي مثل ما يفعل الكثيرون على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية هذه هي الحقائق هذا هو حديث العترة بعيدا عن أحاديث النواصب وهذه هي الحقائق تفرض نفسها علينا بعيدا عن أن أكون متزلفا لهذا المرجع أو لذاك الحاكم أو لهذا الحزب أو لتلك المجموعة ألا لعنة الله عليهم جميعا من أولهم إلى آخرهم أتحدث عن البتريين والمرجئيين الشيعة من شيعة مراجع النجف الأنجاس الحديث الخامس بعد المائتين من الصفحة نفسها من المصدر نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه أصحابه من؟ المرجئة البتريون جيش السفياني هو الذي جاء من الشام أما أصحابه من؟ أصحابه الذين في النجف إنه مراجع النجف حشد المرجعية وأمثال ذلك يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه عامة الشيعة وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام يدعو هذه الجموع فيدعوهم ويناشدهم حقا ويخبرهم أنه مظلوم مقهور ويقول من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله إلى آخر كلامه يقيم الحجج ويدعوهم إلى منطق العقل والعلم ماذا يجيبونه فيقولون ارجع من حيث شئت لا حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبرناكم ما فيكم من خير فيتفرقون من غير قتال الإمام يعطيهم فرصة ولكنهم لعناء فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من المسلمين من أصحاب الإمام يعني الذين يواجهونهم من الكافرين هذا كلام صادق لو كان الذين يواجهون جيش الإمام من المسلمين لقال الإمام فيجيء سهم فيصيب رجلا من أصحاب القائم لأجل أن تتميز الحكاية لكن الإمام هكذا قال فيصيب رجلا من المسلمين السفياني كافر كافر ببيعة الغدير مراجع النجفي كفار ببيعة الغدير وهؤلاء أتباعهم كفار مثلهم فإذا كان يوم الجمعة يعاود القائم فيجيء سهم فيصيب رجلا من المسلمين من أصحاب القائم فيقتله فيقال إن فلانا قد قتل من أصحاب القائم فعند ذلك ينشر راية رسول الله هذه الراية التي إذا ما نشرت نزل البلاء وحل البلاء بالجيش الذي يقابل تلك الراية ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو في واقعة مكة الإمام ماذا قال لأصحابه إنني لا أذهب لمقاتلتهم لأنني رحمة الله ولكن هنا هو الذي يقاتلهم فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله أكتافه يفرون بين أيديهم الرواية تتحدث عن أن الأعداد هائلة جدا إنهم شيعة العراق أكبر قوة تتجمع لحرب إمام زماننا الذي يدل على ذلك أولا ما قاله الإمام فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني بكامله ما قال بعض أصحابه جيش السفياني وأصحابه مراجع النجف والذين يناصرونهم ليس بالضرورة أن يخرج المراجع بأنفسهم وإنما تخرج قواتهم والناس معه بقية شيعة العراق هذا أولا وثانيا فإن الإمام نشر راية رسول الله ودخل هو بنفسه في المعركة هذا يعني أن الأعداد هائلة جدا وأن المعركة عظيمة جدا فعند ذلك ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر فإذا زالت الشمس هبت الريح له فيحمل عليهم هو وأصحابه فيمنحهم الله وأكتافهم ويولون فيقتلهم حتى يدخلهم أبيات الكوفة وينادي منادي ألا لا تتبع موليا فارا ولا تجهز على جريح إنه يرحمهم ويسير بهم كما سار علي يوم البصرة الإمام يسير في هؤلاء الذين يحاربونه تارة بسيرة علي يوم البصرة وتارة بسيرة علي يوم صفين فارق بين السيرتين لا أريد أن أخوض في التفاصيل فأهل صفين كانت لهم قيادة أما أهل البصرة فقد قتلت قيادتهم بالكامل ولذا فإن أمير المؤمنين سار في البصرة بسيرة تختلف عن سيرته في صفه هذه الرواية خطيرة وخطيرة جدا تحدثنا عن أن شيعة العراق بقضهم وقضيضهم سيقفون مع السفياني وسيحاربون إمام زمانهم سود الله تعالى وجوه شيعة العراق تأريخ أسود تأريخ أسود في الماضي وفي الحاضر والمستقبل تأريخ أسود تأريخ أسود في زماننا هذا يحاربون دين العترة الطاهرة وينخصرون الدين البترية المرجئية الطوسية في النجف الواقع هو هو الأمور ستبقى على حالها أقول لشيعة العراق لن تروا خيرا الواقع العراقي اليوم يخرج من حفرة قذرة إلى حفرة أخرى أقدر وكل المعطيات تقول من أنه لا أمل لإصلاح الوضع الشيعي العراقي لا على المستوى الديني العقائدي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي كل المعطيات التي نتلمسها على أرض الواقع تشهد بهذا وكل الأحاديث تخبرنا عن مستقبل أسود لهؤلاء هذه نتائج الماضي نتائج الماضي ومر الكلام علينا في حلقة يوم أمس عن ذرار قتلة الحسين وعن قتلة الحسين في آخر الزمان وعن أتباع المراجع الأنجاس الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كل الحقائق هذه مرت علينا ولازلت أكررها بين أيديكم ولازلت أضعها أمام نواضركم لعلكم تنتبهون لعلكم تنتبهون نذهب إلى فاصل هناك رواية ذكرها أبو الحسن المرندي في كتابه نور الأنوار في الحقيقة لا أعرف مصدرها هذه الرواية لم تقع عيني عليها في مصادرنا القديمة المعروفة لكن المرندي أوردها في كتابه نور الأنوار أوردها لكم لا أجد سببا لرفضها لأنها تأتي في السياق نفسه الذي تحدثت عنه أحاديث العترة الطاهرة التي قرأتها عليكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة هكذا جاء في الرواية التي نقلها المرندي فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لا رحمهم يرحم من هذه كائنات نجسة إذا بقيت ستنجس كل شيء هؤلاء خنازير ممطورة هؤلاء كلاب ممطورة الكلب نجس فإذا ما مطرت السماء عليه تضاعفت نجاسته لأنه سينفض الماء في كل مكان عن بدنه سينجس كل مكان أتحدث عن النجاسة الفقهية الشرعية أما هؤلاء أتحدث عن المراجع البتريين فإن نجاستهم أقبح بكثير من نجاسة الكلاب الممطورة والخنازير الممطورة فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لا رحمهم أولاد الحرام ما هم يقولون له يا ابن فاطمة ارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة من باب النخيلة من جهة النخيلة محاذية قبر هود وصالح قبر هود وصالح معروف في النجف فخرج منه من باب النخيلة محاذية من جهة قبر هود وصالح استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة من النجف يريدون قتله هؤلاء أتباع الفقهاء الذين قتلهم بين النجف وكربلة هؤلاء المقلدون يريدون قتله فقتلهم جميعا فلا ينجو منهم أحد المذابح المذابح والقتل سيكون في العراق والشيعة العراق بقية الدول لا يجري فيها هذا الأمر كل المعطيات وكل الروايات تشهد بهذه الحقيقة نذهب إلى فاصل بهذا صارت الصورة واضحة عن موقف إمام زماننا من البتريين اللعناء وعن موقف البتريين اللعناء من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنني لم أورد كل الروايات ولم أتطرق إلى كل المطالب لكنني تحدثت عن أهمها إنني أريد أن أرسم بانوراما فهناك الكثير من التفاصيل الصغيرة لا أستطيع أن أقف عندها طويلا لضيق الوقت إنما أعرض لكم المطالب الأهم لقطة أخرى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مثلما يهدم المسجد الحرام ويعيد بناءه بهندسة يريدها الله ومثلما يهدم المسجد النبوي ويعيد بناءه بهندسة يريدها الله فإن الإمام كذلك في العراق سيهدم المساجد سيهدم مسجد الكوفة سيعيد بناء المساجد سيقضي على المؤسسات التابعة للبتريين هذه المؤسسات العملاقة الكبيرة التي أنفقت عليها الأموال الطائلة سيهدمها الإمام هذه أعشاش الشياطين لابد أن يقضى عليها لابد من القضاء على الظالمين وآثارهم أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان من حديث طويل حدثنا به المفضل بن عمر عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في بداية الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار هنا في الصفحة الحادية بعد العاشرة أأخذ هذا المقطع من هذا الحديث الطويل قال المفضل يا سيدي يخاطب الإمام الصادق صلوات الله عليه فما يصنع بالبيت إنه البيت العتيق إنه المسجد الحرام قال المفضل يا سيدي فما يصنع بالبيت قال ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم المسجد الحرام بني زمان أبينا آدم إبراهيم وإسماعيل جدد بناءه قال المفضل يا سيدي يخاطب الصادق صلوات الله عليه فما يصنع بالبيت بالبيت العتيق قال ينقضه يهدمه بالكامل فلا يدع منه إلا القواعد الأسس إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم وبكة اسم من أسماء مكة وبشكل خاص فإن بكة اسم للكعبة الناس قد يطلقونها على مكة عموما لكنها في ثقافة العترة الطاهرة مكة للمدينة كلها وأما بكة فإنها للبيت العتيق للكعبة ينقضه فلا يدع من إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل منها وإن الذي بني بعدهما بعد بناء إبراهيم وإسماعيل لم يبنه نبي ولا وصي ثم يبنيه كما يشاء الله بحسب الهندسة التي يريدها الله ثم يبنيه كما يشاء الله وليعفين آثار الظالمين بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقالي من هنا قلت لكم من أن الإمامة سيهدم بيوت المراجع سيهدم مدارس الحوزة سيهدم هذه المؤسسات التي بناها هؤلاء البتريون الضالون آثار الضلال سيقوم الإمام بالقضاء عليها سيهدم مكاتبهم ولا يعفين آثار الظالمين لا يبقي لها آثار بمكة والمدينة والعراق وسائر الأقالي ولا يهدمن مجد الكوفة إذا كان مجد الكوفة سيهدمه الإمام فما بالكم ببيوت هؤلاء اللعناء من آيات الشيطان العظمى إذا كان مسجد الكوفة سيهدم ولا يهدمن مسجد الكوفة ولا يبنيه على بنيانه الأول ولا يهدمن القصر العتيق إنه قصر الإمارة الذي يجاور مسجد الكوفة آثاره أتحدث عن آثار قصر الإمارة هذا هو القصر العتيق ولا يهدمن القصر العتيق لا يبقي له أثرا لا يبقي له أثرا هذا المكان غريب الكوفيون يقولون عنه من أنه مليء بالأفاعي مليء بالأفاعي ولا يهدمن القصر العتيق مع أن مسجد الكوفة يلاصقه لا توجد فيه الأفاعي مع أن البيت المنسوب لأمير المؤمنين وهو في الأصل بيت ابن أخته الأمير استقر فيه أيام وجوده في الكوفة في المنطقة لا توجد أفاعي كالأفاعي الموجودة في خرائب قصر الإمارة اللعين وَلَا يَهْدِمَنَّ بِذَلِكَ مَلْعُونُ مَلْعُونُ من بناء وبعد ذلك جدد الأمويون بناءه وعظموه كبروه وسعوه وَلَا يَهْدِمَنَّ مَسْجِدَ الكوفة وَلَا يَبْنِيَهُ على بنيانه الأول وَلَا يَهْدِمَنَّ القصر العتيق مَلْعُونُ مَلْعُونُ مَنْ بَنَاه ونقرأ أيضا في غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئتين بسنده عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين الأصبغ ابن نباتة يقول قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف ودنان وطين مسجد الكوفة كان مبنيا بخزف المراد من الخزف الطابوق الخزف هو الطين المطبوخ بالنار الطين المطبوخ بالنار هو الطابوق بخزف ودنان من مراد من الدنان كانوا يستعملون الدنان في البناء والدنان هي الأوعية الكبيرة التي تصنع من الطين وتطبخ بالنار الدنان هي أوعية خزفية كانوا يستعملونها في البناء يملؤونها طينا ثم يصفونها يصفون هذه الدنان يصفون بعضها فوق البعض الآخر إنما يفعلون هذا لأجل التسريع في البناء لأن الدنان تكون كبيرة إنها أوعية كبيرة مثل هذا الذي يقال له الحب في تعبيرنا الشعب العراقي نسميه الحب الحب هذا الوعاء الخزفي الذي يملأ بالماء الناس يستعملونه الدنان هي أوعية قد تكون أكبر حجما من هذا الحب فتملأ بالطين وتملأ بالتراب ويصف بعضها فوق البعض الآخر للتسريع والتعجيل في البناء خصوصا إذا كان البناء يجتمل على جدران عالية وعريضة مثل ما هو الحال في مسجد الكوفة هذا الكلام عن قديم الأيام حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف ودنان وطين فقال ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبل تنوح إنه يتحدث عن ولاة الجور الذين مروا في القرون الماضية فمن الذين عبثوا بمسجد الكوفة زياد بن أبي لعنة الله عليه زياد بن أبي عبث بمسجد الكوفة وعبث غيره ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ البناء بالمطبوخ إنه الطابوق إنه الخزف إنها الدنان وويل لبانيك بالمطبوخ إنه التراب الطين المطبوخ بالنار المغير قبل تنوح طوبة طوبة لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي لأن الإمام سيهدمه طوبة لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة يتحدث عن جيش الإمام وأنصاره وأصحابه وأوليائه الأوفياء المخلصين أقرأ رواية وأختم الحديث لأن وقت الحلقة قد انتهى إنني أقرأ عليكم هذه الرواية من تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذا هو الجزء الثالث من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند الطوسي عن علي بن مهزيار بإسناد له علي بن مهزيار ينقل الحديث عن رواة حديث آخرين فأحد أصحاب إمامنا الصادق يقول قال لي الصادق صلوات الله عليه حد مسجد الكوفة آخر السراجين آخر السراجين يعني أن المسجد يمتد إلى مكان يكون أبعد مما هو عليه البناء اليوم مراد الإمام آخر السراجين لأن سوق الكوفة كان يجاور مسجد الكوفة فهناك التمارون سوق التمارين وهناك السراجون سوق السراجين وهناك أصحاب الصابون الذين يصنعون الصابون ويبيعونه وهناك وهناك فسوق الكوفة كان قريبا من مسجد الكوفة لأن المسجد كان في مركز الكوفة وكان السوق قريبا من المسجد الإمام الصادق يقول لصاحبه هذا من أن مساحة مسجد الكوفة في أصله في زمان أبينا آدم كانت تصل إلى آخر سوق السراج وليس كما عليه اليوم فإننا إذا أردنا أن نشخص سوق الكوفة القديم فإن سوق السراجين يبتعد مسافة ليست قليلة قد تكون بمساحة المسجد وربما أكثر بمساحة المسجد الذي هو في زماننا هذا حد مسجد الكوفة آخر السراجين آخر السراجين خطة آدم آدم هكذا خطط المسجد وأنا أكره أن أدخله راكبا فالإمام ما كان يدخل راكبا في هذه المنطقة لأنها أساسا من المسجد وأنا أكره أن أدخله راكبا لأن الإمام الصادق بقي سنتين في الكوفة في بداية الدولة العباسية اللعينة تحدث عن الدولة العباسية الأولى قال قلت فمن غيره عن خطته فمن غير مسجد الكوفة عن خطة آدم قال أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح الطوفان هدم المسجد فلما أعيد بناء المسجد بعد الطوفان لم يبن كما كان عليه بحسب خطة أبينا آدم ثم غيره أصحاب كسرة حين كانت الدولة الساسانية تحكم العراق ثم غيره أصحاب كسرة والنعمان إنه النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخمي هؤلاء كانوا من العربي وكانوا على دين النصارى الفرس وقفوا معهم كي يؤسسوا إمارة عربية في العراق وكان مركزها ما بين الكوفة والحيرة فالنعمان في زمانه أيضا أصحابه تعرضوا للمسجد وهدموا المسجد ثم غيره أصحاب كسرة والنعمان ثم غيره زياد ابن أبي سفيان ابن أبي سفيان من الزنا فزياد هو ابن عبيد الراعي أمه سمية الزانية كانت زوجة عبيد الراعي ولكن أبا سفيان زنى بها فجاءت بزياد هذا بابن الزنا هذا ومعاوية ألحقه به نسبا فزياد ابن أبي سفيان من الزنا هو ابن أبي سفيان من الزنا ألا لعنة الله على زياده وعلى أبي سفيان وعلى معاوية ابن أبي سفيان ألا لعنة الله عليهم جميعا وقت الحلقة صار طويلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا في عنواننا العراق وأحداثه أتمنى أتمنى أن تتابعوا الإعادات وأن تنصتوا إلى هذه الروايات بعيدا عني بغض النظر عني أتمنى أتمنى ترونني صالحا طالحا ليس مهمة تعاملوا معي على أنني من أسوأ الناس ومن أقبحهم وخذوا المعلومات مني وانتفعوا منها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن هؤلاء الدجالين الكذابين الأفاقين عن هؤلاء اللصوص الخونة المارقين عن ولاية إمام زمانهم أتحدث عن هؤلاء بتريونهم هم بتريون هم والهوى والهوى بتري لعين قذر نجس هذا هو الفارق تذكروا دائما هذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية وثقافة البترية سألكم الدعاء جميعا في أمان الله